مدينة عفرين مطوقة بحواجز الجيش الحر مدعومة بالقوات التركية الحواجز تم نصبها على المداخل الرئيسية الشرقية والغربية وذلك لمنع أي تجاوزات قد تحصل بحق المدينة وأهلها بعد إساءات وصفت بالفردية من قبل عناصر يتبعون لفصائل عسكرية الحواجز التي انتشرت لضبط المنطقة أمنياً لحين تسليمها لجهاز شرطة منظم من أبناء المنطقة جيش الحر صائي أصبح منذ فترة جيش وطني فتشكلت تثفيالق بالمنطقة التعاون مع هذه تثفيالق وقيمت هذه الحواجز طبعاً لا نخفي أن هناك تعاون حريص من الأخوة الأتراك على هذا الأمر بدأ المئات من المدنيين بالعودة إلى منازلهم في عفرين المدينة التي باتت اليوم بحاجة لإعادة تأهيل أفرانها وشوارعها تمهيداً لعودة الحياة إليها من جديد مجلس محلي مشكل من أبناء المدينة يتهيأ لدخول المدينة بعد أيام لإعادة عمل المؤسسات الخدمية للمدينة وأهلها نعقد الاجتماع واتفقوا إن شاء الله وهل يومين يعني بجوز بكرة أو بعد بكرة تنزل الجنين إن شاء الله مشان المدني مشان إداءة المجالس المحلية بإذننا يتعالى تعود الحياة تدريجياً لمدينة عفرين وريفها بعد إحكام الجيش الحر سيطرته عليها المدينة التي كانت الهدف الرئيسي لعملية غسل الزيتون أغلب قادة الفصائل العسكرية متواجدون على هذه الحواجز التي تحيط بمدينة عفرين لحين تشكيل جهاز شرطة يعمل على تأمين المدينة والحفاظ على ممتلكات أهلها خالد أبو المجد أوريانت نيوز عفرين ريف حلب